احتفل الصعوديون بالمفاجئة التي أرسلها الرئيس الفرنسي منويل ماكرون للمملكة العربية الصعودية بعد ساعة قليلة من إعلان الولايات المتحدة تراجعها عن عدم تصدير الأسلحة الهجومية وإرسالها وإرسالها لقنابل موجهة إلى المملكة العربية الصعودية وصلت آلات التصنيع CNC وتم تركبها في مصنع شركة سامي في جاكايرو في الصعودية وهو مشروع مشترك بين الشركة الصعودية للصناعة العسكرية وشركة في جاكايرو الفرنسية لتصنيع مكونات وهياكل الطائرات المعدنية عالية الدقة وفي الصعودية باختصار شديد وصول الآلات التي ستساعد الصعوديين على بناء وصناعة هياكل الطائرات هي لبنة للمعامل التي سوف تدشن في المملكة العربية الصعودية بهذا الشأن هذه الشركة الفرنسية هي شركة طيران الفرنسية عالمية المستوى متخصصة في تصنيع الهياكل والمحركات بدقة عالية وأجزاء أيضا من السبائك الخفيفة والمعاذن الصلبة تم توقيع الاتفاقية في معرض باريس الدولي للطيران الحدث الأول والأكبر في العالم المخصص للصناعة الطيران والفضاء هذه المعدات أرسلت من أجل إنشاء مصنع إما في الرياض أو جد وسوف تتم إدارة وتشغيل المصنع من قبل مهندسين وفنيين سعوديين مؤهلين ومدربين تدريبا عاليا هذه الاتفاقية تقضي بإنشاء مشروع مشترك بين الشركة السعودية للصناعة العسكرية وشركة فيجيك إيرو لإنشاء منشأة لتصنيع هياكل الطائرات المعدنية في المملكة العربية السعودية وستمتلك الشركة السعودية للصناعة العسكرية غالبية الأسهم في الكيان الجديد والذي سينفذ العقود المتعلقة بتصنيع المكونات المعدنية للطيران العسكري والتجارية رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيجيك إيرو جان كلود ميلعرد قال نحن متحمسون جدا لهذه الرحلة الصناعية الجديدة الرئيس التنفيذي لشركة سامي قال يسعدنا التعاون مع شركة تتمتع بسمعة فيجيك إيرو ونتطلع للعمل معهم عن كثب في المستقبل يمثل هذا المشروع العمود الفقاري للصناعات التحويلية للطائرات وسيعزز من قدراتنا المحلية بما يتمشى مع الأهداف المحددة في رؤية الصعودية 2030 من خلال بناء أسس وأساس متين للتصنيع المحلية سنكون قادرين على تحقيق وفارات كبيرة في التكاليف أثناء ضمان مستقبل أكثر أمنا وأمانا للمملكة وشعبها وقد علق العرب والصعوديون بكل فخر واعتزاز فرحة بالمملكة العربية الصعودية وإنجازاتها المتعددة المتكررة والتي لا يكد يخلو يوم من الأيام دون أن نسمع عنها طارق أبو القاسم من ليبيا يقول ممتاز جدا جدا لن أبالغ إن قلت بأنها أفضل صفقة في المنطقة في السنوات الأخيرة البداية يجب أن تكون بمشروع طائرات تدريب أو مصيرات أو شراء مشروع جاهز لتصنيع محلية وجود دول عربية رائدة في الصناعات المتقدمة يفيد جميع الدول العربية الأخرى وهو أن الوبال على جيران السوء التحدي الحقيقي سيكون على الجانب الاقتصادية وصناعة منتجات بسعر منافس عالميا السعودية بالأرقام على تويتر الموفق على مشروع صناعة مكونات هيكل الطائرات بين الشركة السعودية للصناعة العسكرية وشركة دسر السعودية وشركة فيجيك آيرو الفرنسية اختيار موفق أن يكون شركنا شركة فيجيك آيرو كنت أتمنى أن تختار هذه الشركة الفرنسية الرائدة التي تورد لشركة إيرباس هياكل طائراتها والحمد لله تم ذلك موني البحش وهو مهندس تصميم طائرات من مصممين ومن مصممين للمجموعة من الطائرات يقول على تويتر الحمد لله هذه بداية صناعة الطيران وليس فقط مصنع بل مصرح لصناعة أجزاء الطائرات حسب معايير الصناعة العالمية سيشارك هذا المصنع بتوطين التقنية واستقطاب صناعة الطيران للمملكة مما يجعلنا منافسين عالميين في مجال صناعة الطائرات والقادم أجمل بإذن الله موسيقى